في رحلة التحديات والألم حاجة الأولى عملها داود في مزمور 13 ما بص على ظروفه والأسئلة جواه ما لهاش إجابات وكان خايف من شاول أنه يموته تدا يسأل الأسئلة دي بعد مطاردة شاول لي تدا يقول أنا قربت أموت وعدوي قوي علي وجي في عدد خمسة وقال برغم على فكرة ما كانش في حاجة تغيرت هنا يعني هو بيكتب المزمور دا مكتوب على بعضه ما كانش لسه ربنا وعده هيبقى ملك ما كانش لسه بقى ملك وكان لسه بيتطارد من شاول كان لسه في عز الأزمة وسأنا أعتقد أن حصل له نور أن ربنا معاه بيقول له كده أما أنا فعلى رحمتك توكلت يبتهج قلبي بخلاصك أغني للرب لأنه أحسن إلي أما أنا فعلى رحمتك وكلمة الترجمة الأدق أما أنا فعلى محبتك التي لا تسقط هتكل وانت ماشي في رحلة الأتعاب وانت ماشي في رحلة الأحزان والمقاسي اتكل واستند على محبة الله التي لا تتغير ده اللي عمله داود فوصت الإحباط فوصت الإكتئاب فوصت الأسئلة اللي ملهاش إجابات فوصت تأخر الوعد الإلهي أنه هيبقى الملك فوصت أزمة مطاردة شاول لداود ويف داود بعد كل ما طلع اللي في قلبه ربنا وده الجميل في داود قال له أما أنا فعلى محبتك هتكل يا رب ودي الكلمة اللي عايزة أسيبها معاك النهاردة في رحلة الحياة اتكل على محبة ربنا التي لا تسقط تدى يغني للرب يقول أنا هغني للرب يا عم أنت لسه بطردك شاول أنت لسه ما بقيتش مالك الوعد لم يتحقق بعد خليك شوية حزين ومكتائب كده يمكن بعد شوية ربنا يشوفك مكتائب زيادة تسعد عليه فيخليك الملك لا 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 ما عملش كده قال أه لما أنا فعلى رحمتك توكلت يبتهجوا قلبي بخلصك فيه حاجة مفرحاني أكتر من ظروفي فيه حاجة أفضل بكتير من الشفاء وأفضل بكتير من الأمور المادية وأفضل كتير من أحلام الشخصية أنا هبتهج بخلصك أنا أغني للرب لأن حياتي بتقول فيه سلسلة من معاملات إلهية لأن الرب أحسن إليها مراسي أرمية يدينا مفتاح تاني مهم قبل ما ناخد وقت في الصلاة يقول كده أننا من إحسنات الرب أننا لم نفنى بعد ما قال مأسيه وعبر عن مشاعره جي في عدد 22 قال إنه من إحسنات الرب أننا لم نفنى لأن مراحمه لا تزول هي جديدة في كل صباح كثيرة أمانتك يا عمي وتبقوا الكلام اللي كنت بتقوله قبلها الأحزان ربنا عمل فيك وعمل فيك وعمل فيك وعمل فيك وعمل فيك وعملت عدد تعدد عارفين اللي بيعدد يقودي عدد اقرب من اصح ثلاثة من عدد واحد لعدد واحد وعشرين ما بيقولش غير شكوى 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 بعدين عمل زي داود وقف في لحظة كده وقال ايه اللي انا بقوله ايه اللي انا بعمله ايه التساؤلات ديا وقال ده انا لولا احسنات الرب لولا مراحم الرب كان زماني اتنسفت من على وجه الارض دي امنته كتير جدا دي مراحمه كل يوم جديدة تكل على محبة الرب في كل يوم وتذكر احسنات الرب في حياتك طول الماضي اه لو رجعت بالذاكرة الورا الشهور والسنين هتكتب كتب عن احسنات الرب التي لا تزول لان مراحمه كثيرة وامنته كثيرة يلي بتكتاز في ازمة يلي عندك التلات اسئلة المنطقيين دول ليه يا رب وفين يا رب وامت يا رب في السكة دي في رحلة البحث عن الاجابة اعتمد على محبة الله التي لا تسقط لانه معك ترجمة نانسي قنقر